اشتركوا في القناة القمر اليوم رح ينتقل من برج التور للجوزاء رح يكون موجود في منزلة الهاقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأسحار أو الأعمال وغيره من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يمكث طبعا القمر في هذه المنزلة حتى تمام الساعة 14 دقيقة صباحا وبعدين رح ينتقل لمنزلة الهنعة وفي تمام الساعة 6 ودقيقتين صباحا وهي تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا احنا ما زلنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا بدأ الساعة 12 و46 دقيقة بعد الظهور بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية تمام الساعة 9 و27 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهمة التوقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعدها طبعا القمر رح ينتقل للجوزاء ويعمل أول زوايا ساعة 9 و27 دقيقة مساءا من مساء هذه الليلة بتوقيت جرينيش طبعا تأثير القمر لما بصير موجود بالجوزاء في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة لزوايا الفلكية أول زاوية فلكية رح تتشكل هي زاوية التزديس ذروتها رح تكون تقريبا الساعة 3 و41 دقيقة صباحا هاي الزاوية رح تكون بين القمر والزهرة وهاي بتأجج العاطفي اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 8 و38 دقيقة صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية من الزوايا البطيئة زاوية تثليث إيجابية بين الشمس والمشتري رح تكون في تمام الساعة 4 و3 دقائق مساء تدفع بحضوضنا بصورة عامة أما بالنسبة للقمر القمر في الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم 11 تسعة رح يكون في تمام الساعة 44 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 28 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها للسرطان أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع 22 يوم في تمام الساعة 8 و8 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة 58 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العدراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الجوزاء حتى يوم 11 تسعة المزاج سعيد عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة المزاج سعيد الزهرة في الأسد حتى يوم 12 عشرة مزاجها منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع يعني خلص أوشك على عملية التراجع مزاجه منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.01.2021 مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم الأجواء ممتازة جدا يعني دعم للكم النفسية أحسن تستقر كل ما اقتربنا لساعات الفجر يعني هي من الآن بتبلش الأجواء أحسن نفسيا مرتاحين القمر صار يشكل زاوية ممتازة صحيح أنه في ردات فعل أو حساسية ممكن تعصب أو تنفعل ولكن عندك قدرة على ضبط الأعصاب اليوم يعني تقريبا اليوم في بعض الإنجازات رح تنجزها أو بعض الاهتمامات منها حركة واتصالات كثيرة أما بالنسبة للبيت الثاني على وضع الأمور المالية تقريبا متقلبة فيه منك ورح يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان بالنسبة للبيت الثالث بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم شيء أنك تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك بدك تتجنب الكلام اللاذع نهائيا ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال باكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والدينماكية وممكن تسمع جواب بعجبك أهم إشي أنك متبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة برضو فيها نوع من أنواع الاستقرار فممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية أو المتطلبات ممكن مشتريات أو ديكور ترتيب يعني أشياء لها علاقة بالشؤون العائلية طبعا كلها إيجابية والأوضاع مستقرة أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا الزهرة هنا هي بتعمل نوع من أنواع التمرد أو نوع من أنواع إصدار القرارات أو التعنيف أو أمور إلها علاقة بهكي تسميع كلام للحبيب حاول قدر الإمكان أنك تعزز العلاقة العاطفية في أجواء إيجابية اليوم رح تكون بسبب الزاوية اللي رح تكون بين القمر والزهرة بتخفف من الضغط عليك شوي وبتدعم من علاقتك العاطفية مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ممكن تضغطك على مسائل إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة ممكن تشعر ببعض التوتر أو القلق أو ممكن يظهر ملف إلها علاقة بالعمل أو بالصحة شوي يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو شوي هيك يضغطك بالفترة أما بالنسبة للبيت السابع طبعا عطارد بيدعمك على مستوى بيت الشراكة وبيعزز من علاقتك بالشريك أو بيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك اللي هو شريك المال أو الزوج أو الزوجة فالأجواء إيجابية وبرضو جيدة للإقناع ولمصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضغطة على مستوى الأموال المشتركة فممكن بحيرك أو بقلقك مسألة مالية معينة إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مستحقات أو مستردات أو مواضيع إلها علاقة حتى بالقروض أو الديون أو البنوك أو أمور إلها علاقة بالميراث والنفقة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد في منك رح يفكر في موضوع إلو علاقة بالسفر أو التواصل مع أشخاص أجانب وممكن تهتم ببعض المسائل العلمية أو الثقافية أو بحث عن موضوع معين اللي عنده امتحان أو دراسة أو مقابلة جامعية إلى أجواء إيجابية وبتدعمك بقوة حاول أنك تستغلها حتى على مستوى الدراسة والجامعة ممتاز إذا عندك أوراق قانونية أو معاملات حاول تنجزها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة ما زال فيه نوع من أنواع التوتر أو القلق مش بالشكل الكبير ولكن إجمالا حاول أنك يعني تراعي ظروفك في مكان العمل ما تتأخر إنجز أعمالك ما تدخل بمشاحنات أو ملاسنات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تدعمك على مستوى بيت الصداقة فممكن يعني تزيد من ثقتك بنفسك أو من أصدقائك ممكن تحمل لك اليوم لوع من أنواع اللقاء أو توطيد العلاقة ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ما أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب يعني الأجواء برضو تضغط على أشياء إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة عشان يكي راعي أعمالك حاول تنجزها حتى لو كثرت ما تخليها تتراكم وبرضو بدك تهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد ما تهمل أي عارض صحي بالفترة وبرضو ما في داعي للوسواس يعني ما في داعي للوسواس والقلق الأجواء مش لهالدرجة صعبة بس ممكن تظهر بعض المواضيع اللي إلها علاقة بالصحة اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم الأجواء أحسن ومدعوم بشكل قوي على المستوى النفسي يعني نفسيتك بلشت تتحسن بشكل إيجابي لأنه القمر الآن في منازلك الأولى وهاي بتدل على ثقة وقوة وحضوض وبعض الإنجازات اللي بتكون رائعة أهم مش إنك تستغلها بشكل جيد وحاول بس إنك تبعد عن أمور إلها علاقة بالتقلم المزاج أو العصبية أو التشاوم أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتم لأوضاعك المالية وتخوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهم شيء إنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصاريفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم تحركاتك واتصالاتك وتنقلاتك وحواراتك كروتينية إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك أنت تدرس وتستعد ما تعتمد على الحضوظ وممكن اليوم يكون لك نوع من أنواع التعامل المهم ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الزهراء اللي بتعمل نوع من أنواع الارتباك على مستوى البيت يعني فيه أشياء مربكة قرارات أعباء مسئوليات ممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو العائلية شوي تأخذ اهتمامك يعني فيه نوع من أنواع الاهتمام حاول أنك ما تقصر وابتعد عن الحدية قدر الإمكان ممكن تظهر هاي الفترة مصاريف إلها علاقة إما بالبيت أو مصاريف استشفائية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتعزز بقوة الأمور العاطفية أو التقرب من الأحبة أو حتى التواصل حتى على المستوى الفكري على هواية معينة ممكن تنشط بنزوة أو خروجة أو يعني نوع من أنواع الترفيه برضو إلك تعامل خاص رح يكون ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهمش أنك تستغل الفترة هاي للمصالحة وللمقاربة ما بينك وبين الأبناء أو ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا عطارد عطارد بعزز نقاط قوة إلك بالنسبة للعمل فهاي الفترة مناسبة لتقديم طلبات العمل وللمقابلات وحتى لإنجاز أشياء مهمة إلها علاقة بالعمل وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بملفات استشفائية أو مواضيع إلها علاقة إما بالأطباء أو بمستشفيات أو مراجعات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني روتينية بطريقة التعامل ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو شركاء العاطف اللي هم الأزواج فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي طالما أنتم سيطرين على إنفعلاتكم وعصبيتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فبتحمل لك بعض الفرص المناسبة اليوم إما لإنجاز ملف معين أو حل مسألة مالية معينة أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بضريبة تأمين دوائر حكومية محاكم قضايا يعني أشياء مثل هيك يعني هاي الأمور شوي بدها نوع من أنواع الاهتمام أو نوع من أنواع أنك أنت ما تهمل أي ورقة قانونية أو معاملة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تدعمك على بعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق جامعية امتحانات أشياء إلها علاقة بالتواصل أو المناقش إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيت السمعة بتعزز من سمعتك وثقتك بالنفس وبرضو بتفتح لك مجالات إلها علاقة بالعمل أو العمل المشترك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وهي بتعزز نقاط قوية بشكل قوي على مستوى علاقاتك ومعارفك فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو مثلا يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا المريخ دير بالك من أشخاص أو أعداء متخفين أو أشياء أو قضية أو مفاجأة بتكون تيجي بشكل مفاجئ وأهم النقاط اللي برضو بدك تحذر لها العمل وبدك تحذر للصحة راقب صحتك بشكل جيد وراقب معاملاتك ودير بالك من المحتالين أو النصابين أو الناس اللي ممكن أنهم يستغلوا برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم الأجواء أحسن وأفضل أنتم قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وتختلط الواجبات أهم إيش أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم أمورك حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز كثير من الأعمال أو الأشياء الموكلة اللي إليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي عادة تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأهم أنك تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط خصوصا على العصبية على التحرك على الاندفاع على التهور شوي بدك تضبط أعصابك الزهرة وضعها منتحس بشكل حاد فعشان هيك بتطلب منك الموضوع نوع من أنواع الاهتمام الخاص وخصوصا أثناء تعاملك مع الإخوة مع الجيران مع امتحان أو مقابلة أو مواجهة اليوم يعني بدك نوع من أنواع ضبط الأعصاب صحيح فيه إيجابيات للموضوع يعني بتعزز نقاط قوية للإتصالات للمواصلات التنقل للإقناع الشغلات هاي كلها فيها نوع من أنواع الإيجابيات ولكن برضو بدك تحذر من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية ومستقرة على مستوى البيت إلا إنه اليوم ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحوارات البسيطة اللي ممكن إنها تستفزك ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابي الجيدة على المستوى العائلي أو على مستوى البيت أو على مستوى أمور إلاها علاقة بمشتريات بتصليحات ترميمات منزلية أو بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء من عطار الداعمة وهي بتعزز نقاط إلاها علاقة بالعاطفة والإلاها علاقة بالحب والإلاها علاقة بالأحبة يعني فيه نوع من أنواع الإيجابيات الجيد واللي بيدعمك بشكل جيد وبعزز نقاط جيدة عاطفية إلك حتى على مستوى ممارسة هواية معينة أو التقرب من الأبناء أو الوالدين برضو بتساعدك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السادس يعني الأجواء على مستوى العمل والهدى والأمور الصحية روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إلا أنه ممكن يعني تظهر بعض الإشكاليات أو بعض الصعوبات في بعض الأعمال ولكن أنه بتقدر تنجزها بتقدر تحلها ممكن الوضع الصحي عند بعض موليد برج الجوزاء شوي يكون فيه نوع من أنواع التوتر أو أنه قلق أو شعور بالتعب ولكن سرعان ما أنهم بيتماثلوا للشفاء أو بيجدوا حلول لهذه الأمور بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأجواء جيدة شيئا ما للتواصل لاتفاق ما بينك وبين الشركاء شركاء المال شركاء العاطفي بعض الحلول أو التسويات جيدة برضو بتدعم من مركزكم العاطفي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا الأموال المشتركة بتشكل نوع من أنواعها صعوبة ممكن مطالبة مصاريف مغامرة مالية معينة ممكن مطالبات مالية لها علاقة بالقضايا لها علاقة بالمحاكم مثلا أو قضية نفقة ميراث ضريبة تأمين مطالبات من أشخاص لإلكم بأموال مشتركة زي زوج بطالب بأموال مدخرها مع الزوجي بسأل عن مصاريف بسأل عن الأشياء هاي حاولوا بس أنكم تهتموا لمصاريفكم أنه ما تبذروا أموالكم بالنسبة للبيت التاسع جيد بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بموضيع إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أو أمور إلها علاقة بالسفر بتدعمكم بشكل جيد خلال هذا اليوم لكن يعني بدنا نقول أنه إذا عندك امتحان ندرس بشكل جيد وما تعتمد على الحظود لأنه فعليا الفترة هي فيها نوع من أنواع التشتت الفكري بتتطلب منك الانتباه أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة إلا إذا أنت جازفت وغمرت وخالفت القوانين أنت اللي شواهت سمعتك على مستوى العمر يعني بفتح لك أبواب أو أفق جديدة ولكن صحيح مش الإش اللي بدك يا الإش اللي بدك يا لسه بالأيام القادمة إن شاء الله أما بالنسبة لبيتك 11 فانتبه من الأصدقاء دائما منحذر من نفس النقطة لأنه المريخ موجود في بيت الأصدقاء وبشكل صار سلبية قوية جدا خلافات نقاشات سوء تفاهم تباعد ما بينك وبين صديق بتكتشف صديق مثلا بفضوله تدخله بخيب أملك أو ظنك في صديق يعني كلها هاي شوي فيها نوع من أنواع ضغوطات بالنسبة لبيت متاعبك الأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل وبالصحة ولكن برضو بتطلب منك ما زالت الأجواء فيها شوي الضغوط هيك تنتبه لأعمالك يعني حاول إنك ما تخلي أعمالك تتراكم برج السرطان طبعا زي ما أنت شايف إنه اليومين هدولا بلش نوع من أنواع الضغط الآن لأنه القمر زي ما نبهنا في الأيام الماضي إنه رح يدخل لبيت متاعبك للجوزاء وهو الآن خلاص استقر فالتعب رح شوي نال منكم بالفترة هاي أهم مش إنكوا تنتبهوا ما في داعي للانزعاج أو للتقلبات من المزاج أو العصبية تكونوا تضبطوا عصابك وقدر الإمكان وتكونوا عقلانيين بتسير أموركم ممكن صحيح إنها تحمل هاي شوية أعطال أو شوية تأخير أو شغلات إلها هيكي بإنه يخيب ظنك في شيء معين أو يلتغي في آخر لحظة ما تعمل ردة فعل عصبية لأنه هي الأجواء هي هيك يعني يومين وبعدين القمر بصير عندك بعزز النقاط بقوة ومدعمك بشكل أقوى ولكن بدك تصبر هاليومين هدول أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي برضو في نوع من أنواع الضغط لأنه الزهرة وحكينا أنه الزهرة بتشكل زوايا حادة جدا فعشان هيكي موليد العشرية الأولى هم أكثر ناس بدهم يكونوا حاذرين وخصوصا من أمور إلها علاقة بالمطالبات المالية خسارة مالية مصاريف الزيادة دفعات يحاولوا ينتبهوا لوضعهم المالي إجمالا أما باقي العشريتين تحمل نوع من أنواع الفرص اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تحصلوا على بعض المكاسب أو الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات والحوارات صحيح أن الأجواء مش مطمنة بالكامل صحيح أنه ممكن تعصب اليوم أو تفقد السيطرة على نفسك في بعض الحالات ولكن إجمالا لو ركزت مضبوط وضبطت أعصابك بتلاقي أنه عندك إنجازات إن كان باتصالاتك بتحركاتك بسرعة بديهتك بإقناعك لماح جدا لدرجة أنه ما في شاردي ولا واردي إلا ممكن أنك أنت تركز عليها وتفهمها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا على مستوى البيت الأجواء أحسن ممكن بتميل للوضع المنزلي أكثر أو للتقارب العائلي أو التواصل العائلي بشكل أوسع فيه نوع من أنواع التفاهم أو الاتفاق ما بينك وبين أفراد العائلي بشكل جيد وداعم حاول تستثمره ولا التقارب ولا المصالحات لا تبرير وجهات نظر أو لأشياء لها علاقة بلم الشمل أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا على المستوى العاطفي الأجواء مش كثير صحيح أنه في بعض الاهتمامات بتكون لبعض موليد السرطان ولكن هي بنعتبرها إحنا روتيني يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما بينكم وبين أحباكم أهم شيء زي ما حكينا دون انتقادات ودون تدخل فيه شؤون الغير بالنسبة للبيت السادس تقريبا بيحمل بعض المفاجآت اليوم على مستوى العمل أو على مستوى الصحة من مستوى الصحة بدك تنتبه لأنه بما أنه القمر في بيت المتاعب تلقائيا بيضغط على الصحة وبيراكم بعض العمل فعشان هيكم نقول أنه حاولوا تنتبهوا ما تخلوا أعمالك وتتراكم إنجز الضروري والمطلوب منك وحاول تهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تدعمك بشكل جيد للحوار النقاش البناء أهم شيء زي ما حكينا أنه القمر في بيت المتاعب يعني في بعض التعطيلات وبما أنه بيتك السابع يعني بشكل زوايا خطرة صحيح أنه فيه إيجابية من زاوية المشتري مع الشمس بتدعمك في بعض الحظوظ ولكن انتبهوا من الخلافات والجدالات والنقاشات الحادمة بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأموال المشتركة أو الأموال الحكومية أو المستردات أو القضايا المالية أو أشياء لها علاقة بالاهتمامات بشيء له علاقة بالغيبيات بالمواريث بالنفقات بالقصص القديمة بالأشياء اللي حصلت قديما أو أشخاص قدامة أو تاريخ مثلا أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تعزز بعض النقاط القوى بشيء العلاقة بالسفر أو معلومات بتجيك من خارج البلاد اللي عنده امتحانة أو مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا بيت السمعة المريخ منقول كديروا بالكوا ما تجازفوا ما تغامروا ما تشوهوا سمعتكم وحاولوا تضبطوا عصابكوا قدر الإمكان أثناء التعامل مع زملائكوا أو رؤسائكوا بالعمل يعني الأجواء شوي بتعمل نوع من أنواع الحدية بالطباع أو إشي العلاقة بتشويه السمعة منك أو من أحد بيحاول أن يشويه سمعتكم أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء جيدة وبتجيب مفاجآت على مستوى الأصدقاء لقاءات حوارات نقاشات إشي العلاقة بالأصدقاء بيجي بشكل مفاجئ خبر أو حدث أو موضوع معين أما بالنسبة للبيت 12 فالأجواء تقريبا نحكي جيدة شيئا ما في بعض الحالات وسيئة في كثير من الحالات عشان هيك اليوم بناء للتعب منك ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم صحيح أن القمر بيشير لركود وتأخير في سير بعض الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي أهم شيء أنك تستريح بعيد عن الأضواء وما تختلق الأعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات إذا حاولت أنك تلتزم باللي أنا حكيت وإعرف أنه يومك إيجابي ورح تحقق فيه أشياء يعني أنت ما كنت تتوقعها برج الأسد طبعا اليوم الأجواء جيدة جدا أحسن من يوم أمس بالعكس يعني اليوم بتحس أن الطاقة اختلفت تماما بتنشحن بطاقة إيجابية عالية بخف الضغط أو الإرهاق أو الأشياء اللي ضغطتك باليومين الماضيات يعني الإشي أنا شايف موضوع إلو علاقة بالأصدقاء أو التقارب أو العاطفي أو الأشياء هاي هي اللي أكثر إشي رح يتركز عليه هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني الأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنه فيها فرص جيدة على المستوى المالي مكاسب، تعويضات، فرص عمل عمل مثلا أموال بتحصلها من عمل إضافي أهم شيء إنكم تنتبهوا طبعا يعني الشمس صحيح بتجيب لك حضوض وهيكي بتجيب لك شغلات مفاجئة اليوم لأنه برضو عمله مع المشتري يعني بعطيك سرعة بديهة عالية لاستغلال الفرص إلا إنه في لحظات ممكن تضيع الفرص هاي أو ضيع فلوسك بمصاريف مالها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وحتى على سرعة بديهتك والإقناع وقدرتك على الإقناع على رغبتك أو شغفك لأمور العمل والحركة والاتصالات في منكم رح يهتم بموضيع العلاقة بالسيارات أو بالهواتف أو بالأجهزة الإلكترونية بشكل كبير في بعضك رح يكون له تعامل إما إيجابي أو سلبي مع أحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى أمور البيت في بعض الأحداث بعض الأعمال بعض الواجبات صحيح أنه في حدث عائلي مربك أو التزام عائلي أو تطور عائلي شوي بربك الساحة ولكن عندك قدرة على تجاوزه وتعامل معه أو تحويله لأمر روتيني في سرعة بديهة عالية للتدارك وكثير من الأمور أهم إشي ما توجه قرارات حدي أثناء تعاملك مع أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي بتقارب ما بينك وبين الحبيب أو لقاء هواية عاطفي نزوة خروجة معينة بتعيش لحظة أمل أو حب أو علاقة جديدة يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابيات على المستوى العاطفي حاول أنك تستغلها بالنسبة للبيت السادس طبعا الأجواء شوي ممكن تضغطك شوي في العمل أو بالمسؤوليات أو الواجبات شوي الوضع الصحي تشعر من بعض الأعراض أو بعض التعب أو بعض الإرهاق يعني حاول أنك أنت تأخذ قسط من الراحة ما ترهق حالك كثير راقب غذائك بشكل جيد راقب صحتك بالنسبة للعمال حاول تنجز أعمالك حتى لو كثرت ما تخليها يعني شوي اليومين اللي جايات القمر راح ينتقل وصير في السرطان بيت المتاعب فرح يصير فيه صعوبة في إنجاز بعض الأعمال فعشانك يحاول تنجزها الآن ما تأجلها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة وبتدعم من علاقتك بالشريك أو تعمل نوع من أنواع التعاطف أو التفاهم ما بينكم حاول تستغل النقطة هاي للمصالحة أو مراجعة نفسك أو مراجعة بعض القرارات اللي أصدرتها اللي بتحاول أنك تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تحمل بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بالوضع المالي أو المالي المشترك ممكن يعني أموال قديمة أو إشي أنت فاقد الأمل فيه تلاقي ظهر بفجأة ممكن تحصل بعض الأموال اللي إلك ممكن نوع من أنواع الدعم يعني يجيك بشكل مفاجئ أشياء لها علاقة بقصص تاريخية أو إشيه له علاقة بميراث له علاقة بنفقة بأشياء مثلا مسائل قانونية مالية تظهر على الساحة حاول أنك تتعامل معها بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء شوي من المريخ يعني بتسبب نوع من أنواع الضغوطات أكثر المتضررين هم موليد العشرية الثالثة وخصوصا في أمور البيت التاسع تحديدا يعني العشرية ولا العشرية الثانية شوي ما بشعروا بهذا الضغط أو الأمور الضغء الكبير على مستوى أمور سفر امتحانات دراسة جامعية في بعض المشاكل ولكن مش زي موليد العشرية الثالثة اللي بدهم ينتبهوا أثناء تعاملهم مع مدرسينهم زملائهم بالجامعات أثناء السفر أثناء الواجبات لإلها علاقة مثلا بإشي خارج البلاد أو استيراد تصدير نقاشات عن مستوى سياسي هذا شوي عصبيتهم حادة فبدهم ينتبهوا من هذه النقاط أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحيي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى السمعة حافظوا عليها حاولوا ما تجازفوا ما تغامروا بالفترة هاي يعني فيه نوع من أنواع الإيجابيات إذا استغلتوها وما خالفت القوانين ما دخلت بمواجهات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل الأجواء لصالحكم أما بالنسبة لبيتك 11 بالدعم من علاقاتك من أصدقائك اليوم تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع ظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة يعني حاول تستثمر وقتك برج العذراء يعني الأجواء مش كثير صعبة ومش كثير سهلة يعني اليوم هي نعتبرها إحنا دائما هاي زاوية التربيع ما بين برجك وما بين القمر دائما بتشكل نوع من أنواع الامتحانات الحادة فعشان هيك بتكونوا اليوم حذرين من بعض الامتحانات أو بعض الأشياء اللي بتيجي بتمتحن جهوزيتك هل أنت جاهز هل أنت بتستحق ممكن وضع يكون في البيت ممكن يكون مع الأسرة ممكن يكون مع الحبيب ممكن يكون على حسب تخصصك أو اختصاصك بكون هذا الامتحان خلال هذا اليوم أهم إيش أنك تمتني عن فرض الرأي عن الانتقادات عن توجيه اللوم هيك أنت بتكون بالسليم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلا علاقة بالوضع المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو نوع من أنواع الدعم أو الاهتمامات بمسائل يعني جيدة بتكون إلا علاقة بتحصيل أموال إليك مثلا أو من عمل إضافي أهم إيش أنه يعني التقليل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات الحوارات النقاشات سرعة البديعها الجيدة ولكن العصبية ممكن تظهر في لحظات أو يستفزك موضوع معين فتفقد السيطرة على أعصابك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول تركز بشكل جيد وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ اليوم ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل إما إيجابي أو سلبي ما بيركو بين أحد الإخوة أو الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت مسيطرة عليها تقريبا نقدر نحكي فيها نسبة من الإيجابية للتقارب مع أفراد العائلة صحيح ممكن يكون فيه خبر مزعج ولكن إجمالا أنت عندك القدرة على تدارك الأمور وتكون نوع من أنواع المسالم أو اللي بتضع الحلول الجيدة اللي إلها علاقة بالعائلة أو بالأسرة أو بالأعمال البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا على المستوى العاطفي شوي طبعا الجدي صحيح المشتري بلشها سيجهز حاله العودة للحركة الأمامية فبدعمك في بعض الحضوظ ما يعني بلش وخصوصا أنه اليوم أول بشائرها أنه زاوية إيجابية تثليف ما بينه وبين الشمس هاي قوية جدا بتعزز نقاط لها علاقة بالعاطفة عندك ممكن تستثمرها بشكل جيد ولكن أهم شيء زي ما حكينا ابعد عن الانتقادات أو توجيه اللوم بتلاقي الأمور ممتازة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة الفترة هاي جيدة الأعمال المشتركة يعني من ضمن مجموعة تعتمد على أشخاص ينجزوا الأعمال يساعدوك فيها زملائك بالعمل يدعموك في مسألة معينة يعني نصائح تحاول تأخذ استشارات هاي دعم لإلك وبرضو بتعطيك كريدت للفترة القادمة أما بالنسبة للصحة فهنا بدها شوية انتباه يعني من بعض التقلبات الصحية مش الخطيرة ولكن أنه بتحمل نوع من أنواع التقلبات الصحية الفترة هاي أما بالنسبة للبت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة يعني الفترة هاي شوي بلشت تستعيد عافيتك وخصوصا اللي صار مشاكل ما بينهم وبين شركاهم أو بينهم وبين أزواجهم بالفترة الماضية ممكن بالفترة هاي يصير فيه نوع من أنواع التعزيز لبعض الأمور أو متابعة بعض الأمور أهم إشي أنه ما يصير فيه نوع من أنواع التعنت لا أنا اللي بدي يا بده يمشي وأنا اللي كلمتي بتمشي وأنا ما راح أتراجع هيكي أعرف أنك أنت خسرت لأنه برضو تنساش أنه فيه تقابل ما بين الشمس وما بين نبتون بلشت مرحلة التقابل هاي فعشان هيكي بتسبب نوع من أنواع الحدية والعنادي في نفس اللحظة وأنتي الخسران في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني على مستوى الأموال المشتركة بتحمل نوع من أنواع المشاحنات أو المصاريف أو الاهتمامات المالية ممكن تحصل يعني تطالب بأموال لإلك ممكن تحصلها بالفترة هاي ولكن المشكلة أنه ممكن وإنتي بتطالب في هاي الأموال اتعصب وتختلق مشكلة فيعني بدان ما تحصل الأموال يصير أنت بدك تحل المشكلة أضبط عصابك قدر الإمكان الفترة هاي ممكن تهتم في بعض المسائل المالية اللي إلها علاقة بالقروض أو إلها علاقة بالأموال المشتركة بشكل جيد ولكن زي ما حكينا العصبية والمصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء اليوم بتحدث أشياء مفاجئة إلها علاقة في البيت التاسع إما موضوع تنقل سريع سفرية سريعة اتصالات مفاجئة ممكن تجيك من شخص من خارج البلاد أو موضوع إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بقضية أو أوراق مالية يعني بشكل مفاجئ بتصير حتى على مستوى الجامعات ممكن امتحان بشكل مفاجئ أو إشي بامتحن قدراتك زي ما حكينا كلها امتحانات اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا القمر زي ما حكينا موجود في بيت السمعة أهم شيء تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم أو مفاجئ يعني اليوم ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشاء اللقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت جاهز أما بالنسبة لبيتك 11 فالوضع روتيني بطريقة التعامل ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تنجز بعض الأشياء بمساعدة صديق أو تعاون ما بينكم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء بما أن الزهرة بتضغط فهنا الوضع العاطفي أو الوضع النفسي هو أكثر إش عرضة للتقلبات بالفترة هاي فحاول إنه ما يأثر على عملك وما يأثر على صحتك الفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع الإشي له علاقة بالقلق أو القلق على أحد أفراد العائلة أو المقربين لا إلك برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول نحكي عطارد اللي موجود حاليا فعشان هيكي هو بعطيك شوية نشاط سرعة بديها قدرة على التحرك مش حنك بطاقة خصوصا موليد العشرية الأولى هم أكثر ناس رح يحسوا بهاي الفروق أو يحسوا بهاي الطاقة وخصوصا أول خمس أيام من موليد أو ست أيام من أول موليد برج الميزان هم أكثر ناس رح يحسوا بهاي الطاقة الإيجابية اللي بتساعدهم في إنهم ينجزوا كثير من الأشياء خلال هاي الفتراء وكثير من الإتصالات البناءة أو اللي مصالحهم ممكن إنها تمشي بالفتراء هاي بالنسبة لباقي العشريات هذولا شوي ما زالت الأمور مربكي لأنه الشمس لسه موجود في بيت المتاعب ضايا الأسبوع يعني الأسبوع القادم بنتهي وبعدها يعني 22 الشهر بصير الشمس انتقلت بتبلش كل ما بيجي يوم عيد ميلاد شخص فيكو بتصير تتحسن الأمور بشكل إيجابي وأوضح وخصوصا مع انتقال الكواكب بتعزز هاي النقاط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا بتجيب لك بعض الفرص اللي إلها علاقها بالوضع المالي ممكن مكاسب مالية ممكن اهتمامات أو تحصيل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات ولكن بتكون تنتبهوا من النفقات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات بتعطي النشاط عالي جدا ممكن اليوم يعني يكون النشاط الزيادة كمان في أمور إلها علاقة مثلا بتنقل ما بين المدن رغبة بتغيير الجو تحب تخرج نزهة مثلا هيك تغير هالأجواء اللي أنت مضغوط فيها حتى لو شيء بسيط رمزي بس أنه تقدر في الآخر أنه أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية يعني حتى على مستوى الدراسي والامتحانات والاستيعاب عندك اليوم يختلف تماما عن الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت اليوم في فرص لمصالحات أو لتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بتقارب ما بينك وبين واجباتك أو ما بين مسؤولياتك العائلية صحيح أنه ممكن تظهر بعض الأعطان أو بعض الأعباء أو بعض الأمور العائلية المربكة شوي ولكن عندك قدرة أنك تتجاوزها هذا اليوم ما تخليها تأثر عليك استفيد من الإيجابيات اللي في باقي النهار أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا نحكي اليوم في نوع من أنواع الرغبات للتواصل مع الأحبة أو حتى للتقرب منهم أو لا الاهتمام فيهم الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتعمل تقارب جيد ما بينك وبينهم وفي نفس اللحظة ما تحاول تسمح للخلافات بينها تدخل بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فمنحكي الأجواء جيدة وتدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة الفترة هاي أو يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى عمل جديد أو إنجاز بعض الأوراق أو المعاملات بالفترة هاي ولكن زي ما حكينا الوضع الصحي بدونه من أنواع الرقابة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا المريخ وعلى موليد العشرية الثالثة تحديدا فهذولا بدهم ينتبهوا أثناء تعاملهم مع أزواجهم الأجواء يعني ماشي القمر اليوم رح يشكل زوايا بس ما رح تكون بقدر التراجع فعشان هيك بدكم تنتبهوا أثناء نقاشاتكم وحواراتكم من سوء تفاهم أو عصبية أو جدال أو نقاش حد وتتطور الأمور وخصوصا العلاقات الضعيفة بدهم ينتبهوا من أي شيء بتعلق ما بينهم بين شركاء المال أو ما بينهم وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا اهتمامات على مستوى ديون أو تحسين وضع مالي معين أو ضغوطات مالية للأموال المشتركة ضغطة عليك بتحاول تجد مخرج لإلها أو حل إلها بالفترة هاي تقريبا اليوم مناسب لبعض الأمور ممكن تهتم ببعض تحصيل ديون لإلك أو إيجاد حلول لبعض الالتزامات اللي عليك أو القضايا المالية يعني زي نفقة ضريبة أمور تأمين الشغلات هاي كلها ممكن يقول لك بعض الاهتمامات على حسب طبعا طبيعتكم ايش شي أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا منقول اللي بده يتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو لجمعية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا ما فيه أي مخاوف أو مخاطر على مستوى بيت السمعة يعني بتقدر تنجز أعمالك علاقتك مع زملائك رؤساك بالعمل الجيد برضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بمسائل إلا علاقة بعلاقاتك الاجتماعية أو بمعارفك أو طلب مساعدة من بعض الأشخاص أو نصيحة أو واسطة يعني فيه إلك اهتمامات في هاي المسائل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء اليوم تحمل نوع من أنواعي الإيجابية على مستوى أمور إلا علاقة بالأصدقاء ممكن زيارة لقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تعارف مثلا أو زيارة من أحد الأصدقاء أو أحد الأصدقاء بدعمك في مسألة معينة أو بحاول ساعدك في مسألة معينة الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا بنقول لك دير بالك يعني بيت متاعبك ما زالت الشمس موجودة فيه فعشان هيك التعطيلات أو الأشياء المربكة أو التأخير أو التأجيل يعني هذا كل ياته بسبب الشمس وهذا بنذكرها كل يوم نفسها هي هي لأنه ما رح تتغير لحديث ما الشمس توصل لعندك بتخفض ضغوط شوي أهم شيء أنك تنجز أعمالك ما تخلي أعمالك تتراكم انتبه لصحتك لراحتك برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة هاي الفترة برج العقرب طبعا القمر تحرك من المقابل الآن صار في البيت الثامن للكم يعني الاهتمامات كلها ممكن تنصب على الأمور المالية أو الأمور القضائية المالية أو أمور إلها علاقة بالقضاء بوجه عام أو بالديون يعني فيه اهتمامات كلها رح تنصب على شيء له علاقة بالمال حاول تركز بشكل جيد ممكن تبحث عن دعم أو عن حليف أو عن مساعدة أو عن ترتيب وضع مالي شوي في ضغط ممكن المسألة إلها علاقة بمريض في مستشفى وماليا يعني المال وين ما بيلف اليوم تقريبا فيه نوع من أنواع الضغوطات فبدأك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا الأجواء يعني بتهتم ببعض المسائل اللي برضو إلها علاقة بالمال هذا بيت المال تحديدا منكو ممكن يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات صحيح أنه فيه بعض المصاريف ولكن إجمالا عندك قدرة على لملمة الأمور أو ترتيب الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم تحذر من العصبية وردات الفعل والمبالغة في ردة الفعل حاول قدر الإمكان أنه اليوم تضبط عصابك ما في داعي للإنفعال أو للتهور اليوم مع زاوية الشمس مع المشتري رح تدعمك بشيء إيجابي إنها رح تجيب لك فرص للإقناع أو للتسويق أو حتى لتوصيل الرسالة أو لتأدية امتحان أو مقابلة بشكل جيد حتى أمور إلها علاقة بالسياقة أو أمور إلها علاقة بالاتصالات بالتليفونات بالسيارات يعني في عندك نشاط عالي اليوم ممكن تنجز كثير من الأمور هاي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء شوي يعني ممكن يكون فيه خبر أو إشي مربك أو مناسبة أو حدث معين عائلي هو اللي بيستفزك أو مصاريف إلها علاقة في البيت أو العائلة أو متطلبات مالية هي اللي ضغطة عليك بالفترة هاي رتب أمورك بشكل جيد بتلاقي الأجواء صارت لصالحك وحاول ما تفرض رأيك ما تحاول إنك يعني تستفز الأشخاص اللي موجودين في البيت عشان ما تصير الأمور حادة أو صير الخلاف من خلال البيت أو مشاكل من خلال البيت أو العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على مستوى العاطفي تقريبا يعني روتينية يعني اهتماماتك بالعاطفي بالحبيب بالأبناء بالوالدين تقريبا أمور روتينية بتتعامل معهم على طبيعتك اهتمامات على طبيعتك ممكن تنزعج من بعض المسائل ولكن سرعان ما أنك بتتجاوزها أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا هناك بدك تنتبه للمريخ لأنه المريخ بده يبدأ يعني أو شك على عملية التراجع فعشان يكي بنقول لك بدك تنتبه لعملك زوية علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل إلى أمور إلها علاقة بالصحة دير بالك على ظهرك على عمودك الفقري أسفل الظهر الإشي اللي له علاقة بالعضلات والأعصاب هدول بدك تكون منتبه منهم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا تقريبا على بيت الشراكة شوي يعني بتقدر تدعم بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراكة أو اليوم أنك يعني يصير فيه تعامل فيه إيجابية ما بينك وبين الزوج ممكن مصالحة تراجع عن قرار سابق ممكن تحملك لقاء أو مرافقة ولكن أهم شي تبتعدوا عن فرض وجهة نظركم أو رأيكم على الشريك لأنه في هاي اللحظة يعرفوا أنه فيه مشكلة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا اليوم ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ما تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل أو تحصل أو يصير فيه فرصة أنك هيك تحصل على فرصة مناسبة لتبرير أخطائك يعني فيه قدرة اليوم هيك خفية موجودة بتنصفك في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء فيها ضغط ممكن قلق ممكن توتر ممكن اشتياق لأشخاص خارج البلاد أو للتواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء اللي عنده امتحانة أو عنده مقابلة خصوصا لامتحانات الجامعية بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ اللي عنده قضية قضائية ما يحاول أنه يهملها لا أنا ذكي أنا بمشي الأمور لأنه الأجواء ما رح تكون لصالحك حاول أنه أنت تهتم بالمعاملات بشكل جيد برضو أمور لها علاقة بالجامعة أو بدراسة تخصص معين أو الفلسفة أو دين أو نقاش معين في هذه المسائل أنا شايف فيه عليها برضو علامة كبيرة انتبهوا من فرض وجهة النظر أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا الزهرة يعني تقريبا بتخليك شوي يعني بتهيئ لكنه الأمور وردية ولكن بتخليك تشوه سمعتك فما تجازف وما تغامر وما تدخل بأشياء فيها مجازفات لأنه شوي فيها تشويه سمعة حاول أنه ما تخالف القوانين ما تعمل أعمال مشبوهة يعني كلها هاي الأمور بدك تهتم فيها بشكل جيد على مستوى عملك ما تدخل بخلافات أو نقاشات حد ما بينك وبين زملائك أو رواساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فبيحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو اللقاء أو جمعة أو حوار أو لمة أصدقاء هيك فيه اهتمامات قوية على مستوى الأصدقاء بالفترة هاي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا عطارد بدعمك على مستوى العمل فعندك قدرة عالية جدا لإنجاز أعمالك بالفترة هاي ممكن يكون بس شوي التوتر على المستوى العصبي يعني يصير قلق انتبه صحيا من المشاكل العصبية أو شد العضلات أو الأمور هاي زي ما نبهنا منها وبرضو في نفس اللحظة بيحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة ولكن على مستوى العمل تقريبا الأجواء جيدة برج القوس طبعا القمر الآن صار موجود في البيت السابع مقابلك تماما وعادة في وجوده هاد بعزز نقاط وبضعف نقاط بعزز أمور إلها علاقة بالشراكة بالقضايا بالمحاكم بالأمن بدعمك في هاي المسائل ولكن بالمقابل بيخلي طاقتك ضعيفة وخصمك بيكون بالفترة هاي أقوى منك شوف التضارف المعلومة كيف بيصير فعشان يكي حاول أنك ما تدخل بعدائية حاول تتعامل بعصاب باردة حاول تبعد عن التوتر نهائيا عن الجدالات نهائيا تمشي أمورك بشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ممكن يعني تخليك تهتم ببعض المسائل المالية ممكن تهتم ببعض المكاسب ممكن تحصل أموال من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أم مشي أنك تبعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بدعمك عن مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وأمور لها علاقة يعني بأجواء عامة لها علاقة بالدراسة حتى بالسيارات علاقتك بالإخوة بالجيران يعني هاي كلها داعمة لإلك خلال هذا النهار إذا استثمرت بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا استقرت شوي صار في نوع من أو نوع الطمأنينة يعني شوي خفت الحدية صحيح أنه ممكن أنت اللي تظهر بعض التقلبات بالمزاج أو ما تستوعب أمور معينة بسهولة من أحداث منزلية أو متطلبات عائلية أو تبعد شوي عن التزماتك العائلية فتسبب مشاكل أو خلافات حاول قدر الإمكان إنك تخلي فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبينهم أو التفاهم وتضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا المريخ وهذا اللي بيسبب بعض الحدية العالية لأنه أنت بالنسبة لإلك هذا بيت حساس جدا البيت الخامس لكل الأبراج حساس جدا هو بيت العاطفي بيت الحضوط بيت الهبات بيت الأبناء بيت الوالدين فهو بيت حساس عند الجميع فعشان هيك لما بدخل المريخ وبضغطك في هذا البيت أنت هنا بتصير متوتر الفترة هاي الوضع العاطفي في مشاكل في نوع من أنواع الخلافات سوء التفاهم في التباعد هيك بتحس إنه فيه إشي حاد ما بينكم بينك وبين الأحبة حاول تكون حذر من هاي النقطة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء تدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية يعني حاول أنك تهتم فيها بشكل إيجابي وحاول أنك ما تهمل أي عارض حاول تستشير طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هون بوسعك وتعزيز شركاتكم سواء في العمل أو العاطفي هاي فترة صعبة تفقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا رح تتعامل بالمسائل المالية المشتركة على حسب طبيعتك يعني ما فيها الإيجابية الكثير وبرضو ما فيها السلبية الكثير على حسب طبيعتك على حسب عملك على حسب حياتك رح تهتم في أمور البيت الثامن أمور أموال مشتركة أموال ما بتعود لك أمور النفقة أمور قضايا مالية أمور يعني كل الأمور المالية أو الغيبية يعني حتى التاريخ حتى القصص القديمة ممكن تحمل قلق لبعض موليد برج القوس مصاريف عائلية أو مصاريف استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هنا الزهرة من المفروض أنها هي دخلت على البيت التاسع يعني هتعزز نقاط الهلاقة بالسفر الهلاقة بالامتحانات بالجامعات بالدراسة على مستوى حتى التواصل والتنقلات لازم تدعم الكل هيك لكن دخولها أجأ مع زوايا حادة فعشان هيك بنقول لكم لبعضكم انتبهوا ممكن تتواجهوا بعض الأعطال أو تتزيني لكل أمور هاي بأنها ممتازة بعدين تصير فيها نوع من أنواع الفشل حاولوا تكونوا حذرين واقعيين ما تخلوا الأوهام تسيطر عليكم في هاي الأمور اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وعلاقتك مع بعض الأشخاص الداعمين لا إلك ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو زملاء العمل أو توطيد علاقة بشكل جيد ممكن تستغل بعض العلاقات لمصلحتك بالفترة هاي وهذا شيء إيجابي لأنه ما رح يرفض مساعدتك الفترة هاي بدك تكون جاهز ومستعد لأي امتحان مفاجئ أما بالنسبة للبيت 11 فطبعا بيت الأصدقاء وهو بعزز نقاط للتواصل مع الأصدقاء أو لإنجاز بعض الأمور ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن تنشط اجتماعيا أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تعارف أو تتعرف على صديق جديد يعني الفترة هاي إجمالا كلها جيدة على مستوى بيت الأصدقاء ما فيها أي مشاكل أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا ما فيها أي آثار أو تأثيرات قوية أهم شيء نقول لك إنجز أعمالك ما تخليها تتراكم عندك حاول تكون نشط خلال اليوم عشان تستفيد من كثير من الأمور برضو على الوضع الصحي حاول أنك تنتبه من بعض الآثار أو بعض الأعراض أو بعض التعب حتى لو تعب طاقي يعني تحس أنه ما عندك طاقة لإنجاز بعض الأمور حق ارتاح ولكن إن كانت الأمور فيها نشاط اطلع وانطلق يعني استثمرها على حسب الإشي المتوفر ما بينه بين إيديك برضو الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق إما على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم المشتري رح يحقق زاوية أو رح تم زاوية ما بينه وبين الشمس وهاي رح تدعمك بالحضوض بشكل جيد خلال هذا اليوم يعني بمعنى فيه نوع من أنواع الحظ رح يكون مميز لإلك اليوم أو يدعمك الحظ في مسألة معينة بشكل مفاجئ حاول تستغل الفرص اللي ممكن تجيك اليوم صحيح أن الأجواء فيها بعض الحدية ولكن إجمالا فيه أشياء رح تكون مميزة وفارقة وتفرق معك إن كان على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أو على مستوى العائلة أو على مستوى الأمور المالية يعني بدك تنتبه للأمور اللي أنا ذكرتها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه في بعض الإيجابيات رح تصير على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب من عمل إضافي أو فرصة لاسترداد بعض الأموال اللي لا إلك أو تحسين الوضع المالي لا إلك في منكم ممكن يحصل على هدية أو نوع من أنواع الدعم بالفترة هاي أو أشياء تعطيه نوع من أنواع الفرص الإيجابية اللي تكون لصالحه أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن احذر من بعض العصبية أو ردات الفعل السلبية اضبط أعصابك أثناء تعاملك مع الأحبة ممكن يكون العصبية أثناء تعاملك مع أحد الإخوة أحد الجيران أحد الأبناء يعني بدك تضبط أعصابك أثناء الحوارات وما تندفعه تتهور أثناء القيادة أو أثناء الحوار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء المريخ طبعا بضغط على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت ممكن خلاف نقاش أمر مقلق لأحد أفراد العائلة واجبات التزامات أعطال يعني أمور بيتية ممكن تظهر أي مشاكل من خلالها ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ركزت بشكل جيد بتكون الأمور لصالحك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم بدك تدير بالك من بعض المفاجآت إما إيجابية أو سلبية على المستوى العاطفي أثناء تعاملك مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين ممكن وإنت خارج في تغيير جو ممكن وإنت في نزهة معينة ممكن وإنت بتمارس هواية معينة بدك تكون حاذر لأنها لا يا إيجابية يا سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا اليوم وصلوا ما بدأتم فيه من عمل سابق بتكونوا تنتبهوا لصحتكم حاذر من التراجع الصحي ما تسمح للواجبات بالتزامن أو بالتراكم يعني بمعنى آخر امسك عمل عمل وانجز عمل عمل بدون ما تحمل أكثر من عمل مع بعض كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة أعمالك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط كافي من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما بينك وبين الزوج أو ما بينك وبين الشريك بتحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر أو التعاطف معه مثلا أو الاهتمام فيه ممكن المشكلة هاي تكون صحية ممكن تكون نفسية ممكن شوي وكون داخل باكتئاب يعني بدها نوع من أنواع التعاطف والتقارب ما بينك وما بينه ما تخلوا فيه فجوات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمكم على مسائل إلها علاقة بالأمور المالية فممكن أموال مشتركة ممكن أموال الزوج الزوجة نفقة ضريبة قضايا مالية ممكن حتى بأمور إلها علاقة بالتاريخ يعني إشي قديم يظهر على الساحة زي الميراث مثلا أو نقاش حول قصة شخص مثلا قديم أو قصة تاريخية للعيلة أو لموضوع معين ممكن تهتم فيها برضو بشكل جيد أو الاهتمام بالغيبيات أما بالنسبة للبيت التاسع هنا بمنح قوة هائلة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة تواصل مع أشخاص خارج البلاد موضوع له علاقة بأحباء خارج البلاد موضوع له علاقة بالامتحانات الجامعية أو الدراسة الجامعية أو المقابلات المناقشات الأجواء إيجابية ودعمة وطبعا الشمس كمان بتعزز نقاط إلها علاقة بالتثليث مع المشتري فأعرف أنه في حظ كبير إلو علاقة في كل ما ذكرنا للبيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة برضو بتدعمك وعندك قدرة لتجاوز كثير من الصعاب خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بزملائك بالعمل رؤسائك بالعمل ممكن أشياء تدافع عن سمعتك في مسألة معينة أو تعزز سمعتك في شيء معين وممكن تحصل دعم من بعض العلاقات أو المعارف أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني تقريبا منقول روتينية على مستوى تعاملك مع الأصدقاء لقاءات أو دعوات أو واجبات اجتماعية يعني بتكون تقريبا روتينية خلال الفترة هاي يعني ممكن هم يبادروا بزيارتك أكثر ما ترغب أنت بإنك أنت تزور الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء يعني شوي بدها نوع من أنواع الرقابة على أمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة بتراكم الأعمال صعوبة بإنجاز بعض الأعمال ظهور إشي إلها علاقة بالصحة إما إلك أو لأحد الأحبة يعني يشكل لك نوع من أنواع القلق بالفترة هاي برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم من الأيام الإيجابية والقوية لإلك وهي بتعزز نقاط وقوة هائلة جدا على مستوى أمور إلها علاقة بالتواصل وبالتحركات وبالحضوظ حاول تستثمرها بشكل جيد يعني عندك يومين ممتزات جدا استثمرهم استغلهم احصد مكاسب منهم قد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على المستوى المالي فممكن تتعزز نقاط إلها علاقة بالمال أو تحصل بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى على الإقناع أو على مستوى مسائل إلها علاقة بالسيارات أو بالتليفونات أهم إش أنك ما تغامر وما تجازف وما تعصب وأضبط أعصابك قدر الإمكان إذا عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع المفاجآت إلها علاقة بالبيت أو بأفراد العائلة أو بتواصل مع أحد أفراد العائلة يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية الجيدة اللي بتدعمك وبتعزز من النقاط بقوة ما بينك وبين العائلة يعني فيه أشياء إيجابية حاول تستثمرها حاول تعززها بالفترة هاي ما تقصر ما تتقاع عصب الواجبات العائلية ممكن يكون فيه حدث عائلي مفاجئ إليك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هون ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا القمر موجود في البيت الخامس بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح لأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر هاي الفترة نوع من اللقاءات الطارئة مع الإخوة أهمش أنك تقدم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية برضو على مسائل إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم بمسألة إلها علاقة إما بزميل أو برئيسك بالعمل أو إنجاز العمل بشكل مشترك برضو الوضع الصحي ممكن يكون له بعض الرقابة أو بعض الاهتمام بالفترة هاي أو تهتم في مسألة إلها علاقة بوضع صحي إلك أو لأحد الأحبة يعني بدك تهتم بالشؤون الصحية حاول إنه إذا شعرت بشيء غير اعتيادي يعني تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأجواء من الزهرة شوي بتسوي نوع من أنواع الإنزعاج أو التوترات أو القلق بمسألة إلها علاقة ما بينك وبين شركاء المال أو شركاء العاطفي يعني الأزواج فحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن الخلافات وسوء التفاهم ما تنزعج وما تعصب وما تحتد يعني بدك تمشي الأمور بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على المستوى الأمور المالية المشتركة اليوم رح ينصب تفكيرك عليها بشكل أقوى رح يكون لك إيه اهتمامات في مسائل إلها علاقة بالقروض بالديون بحل مسألة أو وضع مالي معين ممكن يكون في بعض المصاريف أو الدفعات اللي إلها علاقة بالوضع العائلي أو إلها علاقة بسداد بعض الديون أو أمور صحية أو أي شيء إلها علاقة بالقضايا المالية يعني مطالبة نفقة ضريبة تأمين أشياء زي هيك أما بالنسبة للبيت التاسع فعطارت بدعمك على مسائل أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو التواصل مع أشخاص أجانب خارج البلاد أو مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق أو معاملات قانونية أو أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية والامتحانات برضو الفرص منتازة جدا وبتدعمك بقوة وعندك قدرة على إنجاز أشياء يعني ما كان سهل إنك تنجزها بالفترة الماضية على كل الأمور اللي ذكرناها للبيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة فاليوم عندك قدرة لتعزيز سمعتك أو الدفاع عن سمعتك وبرضو توطيد العلاقة مع أشخاص ممكن يكونوا زملاء أو رؤسائك بالعمل أو أشخاص علاقات عالية شوية هيك ممكن تحملك هاي فرصة لنوع من أنواع الشهرة إذا استغلتها بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء بتعمل لقاءات أو تودد من بعض الأصدقاء لإلك أو تعاطفهم معك أو مساعدتك في مسألة ما ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أو حوار يعني في نوع من أنواع الإيجابي ما بينك وبين بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء برضو تحمل نوع من أنواع المفاجآت على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل يعني رجعنا للعمل مرة ثانية وبرضو ممكن تنجز بعض الملفات اللي كانت صعبة بالفترة الماضية وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أهم شيء أنه ما تحمل أكثر من عمل مع بعض ركز على عمل واحد وبرضو اهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد وخصوصا راحتك وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وممكن تحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو على أحد المعارف أو على أحد الإخوة برج الحوت طبعا بالنسبة للبيت الأول بما أنه أساسا القمر موجود في بيتك الرابع يعني تربيع أساسا معك فهو مش البيت القوي لإلك اهتمامك رح يكون إلو علاقة بالبيت بالعائلة بالأقارب بالمعارف بأفراد الأسرة بأشياء لها علاقة بالواجبات يعني رح تتركز الأمور كلها على هاي الأمور إما إيجابية وإما سلبية على حسب وضعك العام أو وضعك الاجتماعي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو على أمور المريخ اللي بتضغط ممكن تخليك تندفع أو تحصل أو تغامر أو تجازف في بعض الأمور المالية ولكن موليد العشرية الثالثة أكثر ناس بدون ينتبهوا من تراجع المريخ لأنه أول ما بدي تراجع في العشرية الثالثة هذول اللي بتكثر عندهم المصاريف والمجزفات المالية أو الخسارات المالية أو تراكم أو تعطيل مساء المالية فعشان يكبدون يكونوا حذرين من أي تعامل مالي أو من مصاريفهم حاولوا تضبطوا عصابكوا أو تمشوا الفطرة هاي بطريقة أنه تكونوا حذرين بس يعني أنه ما تغامر وما تجازف في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنشاط بعطيك حضوض وطاقات عالية جدا عندك سرعة بديهة عالية بس أهم مش أنك تضبط عصابك ما في داعي للانفعال أو للتهور أو للعصبية إجمالا الأجواء فيها دعم جيد لا إلك حتى على مستوى الامتحانات أو على مستوى الدراسة أو على مستوى مسألة العلاقة بالسيارة أو بالتلفون أو بالأجهزة الإلكترونية حاول بس يعني أنه تدير بالك من المفاجآت أما بالنسبة للبيت الرابع فهونا التركيز كله على البيت لأنه القمر موجود في البيت الرابع عندك فبتنهمك بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم مش أنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية يعني بدك تحلها بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بتتعامل بشكل روتيني ما بينك وبين الأحبة ما في أي شيء بدل على أشياء فيها مغامرات عاطفية بالفترة هاي ممكن القمر لما يوصل للسرطان بدعمك بشكل أقوى في منك ورحي يتواصل مع الأحبة أو يكون فيه له لقاء عاطفي أو مساء اللي إلها علاقة بالأبناء أو الوالدين ولكن مش بالزخم أو بالكثاف اللي أنت بدك إياها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا الزهرة في البيت السادس هي اللي شوي بتوهمك ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل إنها سهلة وبيطلع فيها صعوبة أو بتعركس بعض الأمور ما بتخليها تمشي معك بالسهولة على مستوى العمل أو خلافات أو نقاشات أو حوارات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل فبدك تكون حذر من هاي النقطة وبرضو تنتبه على الوضع الصحي من بعض التقلبات اللي بتيجي عادة أمور نفسية أكثر وأمور إلها علاقة بالإحساس بالأشياء العصبية تحديدا انتبهوا اللي عنده شقيقة أو عنده صداع هذول أكثر ناس ممكن يعانوا من هاي المسألة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحين فيها تواصل جيد ما بينك وبين الشركاء اندماج بالعلاقة ما بينك وبين الزوج أو شريك المال في قدرة على التفاهم والتواصل اليوم في مفاجأة ممكن تطوير وضع معين أو اندماج أو مصالحة يعني الأجواء حليفي وداعمي بقوة لإلكم حاولوا تستغلوها للتقارب والمصالحة والتراجع عن قرارات سابقة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا عطارد اللي بيدعمكم على مسائل لها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تجد بعض الحلول لبعض المسائل على مستوى الأموال المشتركة أو القضايا المالية النفقة تعويض ضريبة تأمين حتى على شغلات الميراث برضو ممتازة ممكن تهتموا ببعض المسائل التاريخية أو القصص القديمة أو موروث قديم أو إشيء له علاقة بالعائلة وجذر العائلة والقصص التاريخية هاي ممكن برضو بعضكم يهتم فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل لها علاقة بالجامعات أو الدراسة أو الامتحانات أو السفر كلها هاي روتينية بتتعاملوا فيها على حسب طبيعتكم عشان هيك منقول للأشخاص اللي عندهم امتحانات أو مقابلات ما تعتمدوا على الحظوظ بتكوا تعتمدوا على جهدكم الجسماني أو على نشاطكم الفكري يعني بتدرسوا تستعدوا وما في داعي للمغامرات أو المجازفات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى مسائل لها علاقة ببيت السمعة فممكن تعزز من سمعتك أو تدافع عنها أو توطد علاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل في هذا اليوم أو تنجز عمل بشكل مشترك بمساعدة بعض الأشخاص أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى الأصدقاء فاليوم رح تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء المعارف تواصل اتصالات لقاءات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة معينة يعني في نوع من أنواع الإيجابية برضو بتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء هنا فيها نوع من أنواع التنبيه لا بعض الأمور يعني مش تنبيه قوي أنه إنجز أعمالك بوقتها ما تهمل ما تقصر ما تتقاعص عن إنجاز أعمالك برضو بتعطيك نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الصحي وقلنا إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي صحيا راجع طبيبك راقب غذائك هذا بشكل جيد ممكن تحمل فترة هاي قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر